في ذات السياق كثفت وزارة الداخلية جهودها مع بدء العام الدراسي الجديد وانتظام طلبة المدارس الحكومية في مملكة البحرين وشهد محيط المناطق التعليمية تواجد رجال الأمن من مختلف الإدارات المعنية لتنظيم الحركة المرورية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد بدت الأجواء آمنة ومع تحقيق السلامة المرورية وسهولة الحركة أمام المدارس وفي محيطها والشوارع المؤدية إليها تنظيم يشهد له الجميع في 209 مدارس حكومية بالإضافة إلى أولياء الأمور وعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وهو ما تحقق بعد جهود واستعدادات مكثفة قامت بها الإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للمرور وشرطة خدمة المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع الأخيرة نحن لأبنان الطلبة بالعامة الدراسي الجبيد 2024-2025 عدت في بالعامة المرور كبة مرورية لضمان سوفية في حركة مرورية على الشوارع والتقاطعات في المملكة قامت برشد دولياتهم والشربة الغاجلة في جميع التقاطعات في الشوارع وبالأفاس الشوارع المثيبة في المدارس نقول لهم كل عامة بخير على عيالنا وطلباتنا أهم شيء المحافظة عليهم خاصة في وقت دخولهم وخروجهم من المدرسة الجهود الأخرى بعد التنسيقية بين مديرية محافظة العاصمة مع الإدارة العامة للمرور وكذلك الوزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة الأمن والسلامة كان فيه اجتماعات مسبقة وحثيثة وتنسيق كبير موجود معهم على أساس أن تكون فيه انسيابية في الحركة المرورية وعملت شرطة خدمة المجتمع بمديريات الشرطة بالمحافظات على النهوض بمسؤولياتها ومهامها الأمنية والمجتمعية ضمن منهجية الشراكة المجتمعية حيث تم نشر الدوريات بمحيط المدارس لضمان الأمن والسلامة فيما استبق الدفاع المدني بداية العام الدراسي الجديد بسلسلة من الزيارات الميدانية للمدارس للتعكد من توافر اشتراطات سلامة فيها والإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلبة أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملتها التبعوية السنوية السلامة في المدرسة تزامنا مع عودة وبد العام الدراسي الجديد طبعا من خلال هذه الحملة نقوم بزيارات لمختلف مدارس مملكة البحرين نقدم فيها البروشورات والكتيبات والهدايا التشجيعية التوعوية لجميع الطلبة والطالبات أيضا لنا مشاركة في صور رسائل وفيديوات توعوية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي أنا أتمنى من جميع الطلبة والطالبات أبنائنا أن يتبعون جميع شروط السلامة والإرشادات وبالتالي نتمنى دائما لهم عام دراسي آمن بإذن الله خالي من الحوادث قمنا بوضع جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ووضع قطة أمنية التي تتضمن توزيع أفراد شرطة المجتمع على محيط جميع المدارس لضمان انسيابية الحركة وتود مديرية شرطة محافظة المحرق أن تأكد بأنها تقدم كافة الدعم لضمان بيئة علمية آمنة متمنين لأبنائنا وبناتنا الطلبة عام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق والتمييز إن شاء الله وإذا كان التزام الطلبة والهيئات التعليمية بإرشادات السلامة العامة يمثل طريقا لأمثل لعام دراسي جديد خال من الحوادث فإنه على أولياء الأمور وتفعيل لشراكة المجتمعية دور رئيسي من خلال اتباع الإجراءات وتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلبة أثناء تواجدهم بمدارسهم ولضمان بيئة تعليمية آمنة وتحقيق عام دراسي آمن ونجح عودة إلى رحلة العلم والمعرفة إلى صروح الثقافة وإلى ميادين بناء الأجيال هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدارس مملكة البحرين الذي شهد تعاون كبير بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان عودة حميدة لكافة الطلبة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين